الارتفاع غير المسبوق بأسعار الأسماك والدواج في البلاد ومرافقها من إجراءات بصدد مكافحة التلاعب بها لم تلقى رضا مواطنين ولا سيما العوائل الفقيرة منهم مراسلنا استطلاعوا ضع السوق في النجف يفصلها بهذا التقرير أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار تضاف لها الأزمة الغذائية العالمية تحديات باتت تثقل كاهل المواطنين من ذو الدخل المحدود والعائلات الفقيرة وبهدف التخفيف عن كاهلهم أعلنت الحكومة العراقية إطلاق خطة لتخفيض الأسعار تحديدا أسعار الأسماك والدواج بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة وزارة الزراعة جادة في دراسة حلول وحلول رئيسية ومثمرة إن شاء الله في تخطي هذه الأزمة والتخفيف الكبير عن كاهل المربين وأصحاب الدواجين وصورة عامة قطاع ثروة الحيوانية يعني هذه الحلول هي كأن تكون على سبيل المثال دعم الأسعار تجيئ المزارعين والفلاحين على زراعة النباتات العلافية التي تدخل في صناعة الأعلاف المواطنون عبروا عن خيبة أملهم للإجراءات الحكومية في مواجهة غلاء الأسعار داعين إلى وضع خطة بعيدة المدى تمكن المواطن من التعايش مع الأوضاع الاستثنائية أولاً هذه وزارة الزراعة وعودوا بس وعود بالإعلام بس على موت قدام الواطن احنا جاي نشتغل احنا جاي نسوي للمواطن وينش انتشات هذه صالة سنتين السماء الصعد سنتين السماء السعر عالي وينش انتش قبل السنتين ثانياً هزا هذا السماء الصعد أولاً دعم من وزارة الزراعة ماكو المنموء لي يدعم لا لأهل البحيرات لأهل الأحواض دعموه المواطن ما يقدر يشتري عمي المواطن ما عند عمل ما عند قدرة شرائية هو عمل ما عند دمنا غالي عليه الدجاج والسمج غالي عليه وكانت أسعار المواد الغذائية قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً طبلاً عن ارتفاع أسعار الأسماك ومنتجات الثروة الحيوانية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً التي تأثرت بارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية ويبقى ارتفاع الأسعار في الأسواق يثير الهواجس لدى العوائل الفقيرة وذو الدخل المحدود ما لم تسعى أجهات الحكومية إلى إيجاد حلول بديلة تخفف عن كاهلهم تحسين الشيقناة الرابعة أنا جف الأشراف ترجمة نانسي قنقر